بعد 21 عاما من الاحتلال الامريكي للعراق ووصوله الى مرحلة لا دولة في ظل سيطرة الميليشيات على مفاصل المؤسسات ولسيما السيادية وتحكمها بقرارات حكومية بعد هذا كله يخرج محمد السوداني ليتحدث عن شراكة استراتيجية بين العراق وامريكا بينما لا يستطيع هو نفسه تمرير قرار تعارضه الميليشيات العلاقات الاستراتيجية تبنى بين الدول ذات السيادة وبمبدأ الندية والمصلحة المشتركة ولا تبنى بين حكومات تشكل وتزال بأوامر خارجية كما هو حال الحكومات المتعاقبة في العراق منذ احتلاله وجود القواعد الامريكية في العراق وتصرفها دون حتى مشاورة بغداد في كثير من الاحيان وحده كافيا ليكشف عن مدى عدم واقعية كلام السوداني حينما يتحدث عن شراكة استراتيجية بين واشنطن وبغداد وكذلك تحويل العراق لساحة صراع وتصفية حسابات اقليمية ودولية يؤكد ان حكومة السودان وسابقاتها مجرد معقب معاملات لمصالح الاحتلال ولا ترقى لعقد علاقة استراتيجية مع دولة صغيرة وليس امريكا يقول مراقبون ان العلاقة بين واشنطن وبغداد فيما يخص المشاريع الاقتصادية والصفقات التجارية والاستثمارية تأتي من منطلق السمسرة التي تقوم بها الاحزاب حيث تسهل للدولة الاجنبية المشاريع في العراق مقابل حصولها على مبالغ معينة العلاقة الاستراتيجية التي يتحدث عنها السوداني هي تبرير لبقاء القوات الامريكية في العراق كما يقول مراقبون وذلك بعد ان سببت الضربات الامريكية للميليشيات احراجا للسوداني دفعه للحديث عن ضرورة تعجيل خروج القوات الامريكية من العراق لكن الاحزاب التي تعرف ان بقاءها مرتبط بالدعم الامريكي لها تختلق في كل مرة ذريعة لاستمرار الاحتلال الامريكي مرة باسم المصالح الاستراتيجية ومرة باسم التعاون الاسكري